اشتركوا في القناة وهي رؤية انك تحضن شخص وتبكي في حضنه قضية حضن شخص وانك بتبكي كمان اولا رؤية البنت العزباء للاحتضان او الحضن في المنام هذه البنت تدل على احتياجها بصف عامة هي محتاجة محتاجة ايه؟ طبعا دي بتختلف من بنت لاخر ربما تكون محتاجة مال ربما تكون محتاجة رعاية ربما تكون محتاجة حنية ربما تكون محتاجة لزوج كل انسانة على حسب حالتها لكن بنقصين الاحتياج رؤية البنت العزباء ان هناك من يحضنها من الخلف هذه الرؤية تدل على احتياج البنت للامان تحديدا تحتاج ان يكون لها سند في الحياة رؤية الحضن للبنت العزباء زي ما قلت احيانا بيدل بصفة كبيرة لكثير من الفتيات انها تحتاج ان يكون لها زوج رؤية المرأة المتزوجة انها تحضن زوجها رؤية تدل على الاستقرار وتدل على الامن والامان رؤية الحضن للمرأة المتزوجة والبكاء هذه الرؤية تبشرها بحمل قادم اليها ان شاء الله تبارك وتعالى وهذا بشرط ان تكون هذه المرأة تطيق الحمل مش امرأة كبيرة في السن وانتهت من عندها الدورة الشهرية طبعا ده ما ينفعش لها حمل لكن الرؤية لها معنى اخر رؤية المرأة المتزوجة انها تحتضن اولادها هذه الرؤية تدل على مدى خفها على اولادها في المستقبل رؤية انك تحتضن الاب هذه الرؤية تدل على السعادة والامان ان شاء الله رؤية البكاء مع التذلل للأسف الشديد هذه الرؤية تدل على خسائر مادية كن ان انت بتبكي والبكاء ده ان انت مزلول يعني وكأن في حد بيزلك في المنام وانت بتبكي بسبب هذه الزلة دي بتدل على خسائر مادية رؤية عناق الميت او حضن الميت هذه الرؤية تدل على فعل بعض الذنوب او ربما تكون في طريق خاطئ ومع شديد الاسر اما رؤية عناق العدو او حضن العدو هذه الرؤية تدل على لقاء حبيب في الوقت القريب واحيانا تدل على الوقوع في حب جديد والكلام ده بالنسبة للبنت العزبة تدروينا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته